أهلا بكم تتسارع تطورات الميدانية في اليمن وآخرها سيطرة القبائل اليمنية على عدة مناطق بعد مواجهات هي الأشرس فرضت القبائل اليمنية السيطرة الكاملة على جبل طولق المطل على مدينة الخوبة السعودية والقرى الأخرى في منطقة جيزان من ناحية صعدة لتعلن القبائل أن الحدود باتت مفتوحة القبائل حذرت من أن استمرار قصف طائرات التحالف السعودي سيجبرهم على ضرب أعماق المملكة السعودية بأسلحة نوعية وسط أنباء عن سيطرة مقاتلي القبائل على منشآت رسمية سعودية كر وفر مستمر إذن على بعض المواقع التي يطل عليها جبل جحفان في الخوبة وأيضا مدينة الرديف قبائل بكيل المير تسيطر على موقع عسكري بمحادات جبل جحفان وعلى موقع آخر بالقرب من جحفان هذه السيطرة استطبعت بالاستحواذ على موقع آخر في منطقة البرم على الحدود السعودية محكمة السيطرة أيضا على تلال بالقرب من منطقة المزرق اليمنية المصادر القبلية تتحدث عن سيطرة المجموعات القبلية على المواقع القريبة من منطقة المدافن الحدودية المشتركة ردا على عشرات الخروقات والاعتداءات التي نفذها حرس الحدود السعودي على المواطنين والمارة على طريق العام في المنزالة في صعدة فيما لا تزال قبائل همدان بن زيد تسيطر على موقع المنارة السعودية من ناحية صعدة ترجمة نانسي قنقر